الراجل ده وهزي يا سيدة الفاضلة قالولي انه خلاص احنا يعني بخلنا في مرحلة التصدير الراجل ده بيبيع على البلاتفورمز الدولية وحضرتك قلتلي قبل ما يبدأ الفقرة احنا بنزق الناس علشان يوصلوا لمرحلة التصدير الكمي احكيه لي يا فن يعني اسمح لي في البداية يعني عبر عن ساعات البلغة احنا قدامنا نموذجين ايرانيا ومحمد دول عينة من 1116 عارض انا باعتبرهم فنانين ولا يقلوا اهمية عن نجوم الفن ونجوم الكورة مبدعين بالمعنى الحرفي هذا المعرض تعتبره بمنتهى الوضوح يعني تجربة تسويقية ثقافية فريدة بادعو كل المصريين وكل اللي يقدروا يروح المعرض يروح يشوف يشوف العراقة المصرية يشوف التراث المصري يشوف الاصطناعات الحرفية الموجودة عندنا 34 قطاع حرفي الموجود في هذا المعرض حقيقة تجربة ثقافية رائعة بيزيد عليها كمان المزيج اللي حصل من التجمع الشبه اقليمي للدول العربية الموجودة معانا الخمس دول الموجودة معانا في المعرض فتجربة بكل المقيس معانا الإمارات والسودان والليبيا معانا السعودية ومعانا الإمارات ومعانا الأردن ومعانا السودان ومعانا الليبيا حلوة بالإضافة طبعا 36 جمعية بالإضافة 100 من زاو الهمم كلهم يقدموا كلها منتجات هدوية وحرفية على أعلى مستوى من كل القطاعات الحرفية دي أول حاجة عايزة أقولها الحاجة الثانية هذا المعرض مش مسألة أن أنا بأتيح فرصة بيع لأصحاب المشروعات الحرفية والتراثية فقط لا ده هو بيتبادله الخبرات مع بعض إحنا كجهاز بلأتيح مجموعة كبيرة جدا من الخدمات بتبدأ من أول التشخيص لنوع المشاكل اللي ممكن تكون بتقابل هذه الصناعات الحرفية والتراثية كمان الحلول اللي ممكن تكون مبتقرة لهذه المشروعات جايبين منصتين مهمين جدا للتسويل الإلكتروني ممكن نعمل معهم تشبيك زي اللي حاصل مع النموزجين اللي معنا كل ده موجود جوا المعرض عندنا فكرة إعداد لوجو لأصحاب المشروعات براندينج للمشروع تشخيص بحيث نوصل يقدر يتيح بيها المنتج بتاعه محليا وعالميا من خلال التصدير بأحسن مستوى ممكن مجموعة من الخدمات الأخرى خدمات مالية بقدمها الجهاز وخدمات الغير مالية والتوفيق الأوضاع للمشروعات لأن معظم هذه المشروعات كلها بتعمل بشكل غير رسمي فعشان ننقلهم زي ما كنا اتكلمنا من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي منوتيح ده من داخل المعرض فكرة أننا أتيح فرصة للتصدير خطواتنا القادمة مع كل المشروعات الموجودة إن احنا إزاي نأهل هذه المشروعات يبقى عندها قدر أوسع سواء كان بيصدر فيبقى عنده قدر أوسع للتصدير أو ما بيصدرش زي محمد نفتح له مجلات أخرى مجلات جديدة للتصدير فالمعرض هنا مش مسألة معرض عادي لا ده سوء كبير جدا فيه يعني فرصة سانحة للناس اللي موجودة وجوة المعرض إنهم يستفيدوا من الخدمات الموجودة وفرصة للزائرين إن هم يشوفوا مجموعة منتجات رائعة يعني بأسعار كمان مميزة جدا فبنتهز فرصة وجودنا معاك وبدعوا المصريين ليه تعالوا شوفوا العراقة المصرية تعالوا شوفوا طرصنا تعالوا شوفوا فكرة التأصيل الهوية المصرية موجود بكل المعاني داخل هذا المعرض اشتركوا في القناة